إذن الآن خرج من الطائرة وزير الخارجية سامح شكري بالإضافة إلى اللواء عباس كامل إذن الوفد الرسمي المصري الذي يزور بغداد من أجل حضور هذه القمة الثلاثية وصل إلى بغداد وبدأ الحاضرون بالتوافد والخروج من الطائرة نذكر أن القمة الأخيرة التي حصلت في عمان في أغسطس الماضي كانت قد دعت إلى تعزيز الأمن الإقليمي وتكثيف التعاون في مجال محاربة الإرهاب والتطرف وأكدت القاهرة وعمان حينها أنهما يقفان أو تقفان مع العراق لحماية سيادته من التدخلات الخارجية إذن الوفد المصري كان قد وصل منذ بعض الوقت وقد حطت الطائرة الرسمية لهذا الوفد في بغداد وكان قد وصل وزير الخارجية سامح شكري بالإضافة إلى اللواء عباس كامل وبانتظار حضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي يشارك أو قد يشارك في هذه القمة وكانت المعلومات قد حدثت أيضا عن أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني سيشارك في هذه القمة مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي وأيضا هذه القمة تأتي من أجل تحرير العراق من التوسع الإيراني والمشاريع التوسعية للدول المحيطة بالعراق إذن كما هو معلوم حتى الساعة القمة الثلاثية تأتي من أجل تحقيق التوافق والتنسيق في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية والسياسية منها بين الأطراف الثلاثة التي قد تنضم إليها دول عربية أخرى فيما بعد من أجل تحقيق مشاريع أخرى أو المشروع الذي يسمى بأشام الجديد ونرى الآن الرئيس العراقي برهم صالح لاستقبال الوفد المصري الذي حطت طائرته في مطار بغداد منذ بعد الوقت وهذه الصور مباشرة تأتينا من هناك إذن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وهذه صوره مباشرة يلقي التحية على الرئيس العراقي برهم صالح وهذا تأكيد أنه سيشارك في القمة الثلاثية التي تعقد اليوم في بغداد وهي الثالثة من نوعها تعقد بين الدول الثلاث الأردن والعراق ومصر من أجل التنسيق والتعاون في كافة المجالات وكانت مصر في القمتين السابقتين أكدت وقوفها ودعمها للعراق لسيما في محاربة التطرف والإرهاب والحد من التوسعات أو الرغبة الدول المحيطة بالتوسع في العراق كانت الإجراءات الأمنية المشددة قد سبقت وصول القادة إلى العراق اليوم في مناطق العاصمة وأيضا في مطار بغداد من أجل استقبال الوفود التي تزور العراق اليوم الوفود الرسمية الوفدين المصري والأردني كان قد سبق وصول الرئيس السيسي وزير الخارجية سامح شكري بالإضافة إلى وفد مصري رفيع المستوى ملفات عدة ستكون على طاولة هذه القمة الثلاثية اليوم استكمالا للمشاريع والخطط التي كانت موضوعة سابقا في القمة التي عقدت الصيف الماضي في أغسطس تحديدا مشاهد مراسم الاستقبال الرسمية الآن بعد وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى مطار بغداد حيث كان في استقباله الرئيس العراقي برهم صالح إجراءات البروتوكول والاستقبالات إذن الاستقبال الرئيس المصري والوفد الذي سبقه إذن على وقع الناشدين العراقي والمصري يقف الرئيسان في مطار بغداد بعد وصول الرئيس المصري والوفد المرافق له منذ بعض الوقت وبهدف تأمين هذه القمة من الناحية الأمنية كانت قد انتشرت قوى الأمن في كافة المناطق المحيطة بمطار بغداد وفي بغداد ككل وسيشارك في القمة أيضا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي إذن هذه الصور التي لا نزال نراها مباشرة من مطار بغداد بعد وصول الوفد الرسمي المصري برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحضور القمة الثلاثية في بغداد التي تأتي استكمالا للقمتين السابقتين وهذه القمة تبحث علاقات الشراكة والتعاون السياسي والاقتصادي بين الدول الثلاث ومشاريع أخرى مطروحة على طاولة هذه القمة وقد تنضم دول عربية أخرى إلى هذه القمة في وقت لاحق بما يعرف أو ما بات يعرف باسم مشروع الشام الجديد كان الرئيس العراقي برهم صالح في استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مطار بغداد وأيضا هذه الصور التي لا نزال نراها مباشرة وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من بغداد مراسل سكاينيوز عربية حيدر الأسادي حيدر مرحبا بك إذن رأينا وصول طائرة الوفد الرسمي المصري على رأسه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ بعض الوقت التفاصيل معك حيدر نعم بالفعل وصل قبل قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية بعد ذلك سوف يصل الملك عبد الله ملك الأردن إلى بغداد للمشاركة في هذه القمة هذه القمة قمة استثنائية انتظرتها بغداد منذ أشهر بل منذ سنوات لإنشاء مشروع الشام الجديد الذي كانت فكرته منذ حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر لعبادي ولكن الآن بدأ هذا التطبيق هذا المشروع هو مشروع اقتصادي استثماري سوف يقود لتحسين الوضع الاقتصادي لهذه البلدان وإنشاء تكامل استثماري اقتصادي تجاري فيما بين الدول الثلاث على أمل أن تكون هناك نتائج إيجابية اقتصادية ملموسة وتلتحق دول أخرى بهذا المشروع العراق يسعى من خلال هذه القمة إلى استكمال الربط الكهربائي بين بغداد والقاهرة عن طريق عمان هذا ما يسعى إليه العراق بالتأكيد أيضا كل من مصر والأردن يسعيان أيضا إلى تعزيز التعاون مع العراق وبالتالي إيجاد فرص استثمارية وتجارية من بينها أيضا أن يكون تكرير النفط العراقي في المصافي المصرية ومن ثم يعاد إلى بغداد على شكل مشتقات نفطية بالإضافة إلى أن هناك نتائج تجارية كبيرة بين بغداد وبين الأردن فيما يتعلق بالمدن التجارية الحدودية المدن الصناعية وبالتالي هذه القمة من المفترض أن تطرح مشاريع اقتصادية كثيرة تؤدي إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث على أمل أن يكون هناك دول أخرى تلتحق بهذا المشروع بغداد مستنفرة منذ يوم أمس بانتظار انعقاد هذه القمة هذه القمة تشهد الآن إجراءات أمنية استثنائية لتأمين انعقادها حتى هذه اللحظة وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيكون هناك أيضا وصول لاحق للملك عبد الله الاجتماعات سوف تنطلق بمجرد اكتمال وصول القادة المشاركون في هذه القمة وبالتالي تبدأ أعمال هذه القمة التي سوف تركز على مشاريع اقتصادية مشاريع استثمارية العراق بحاجة إلى العديد من المشاريع السوق العراقية سوق متعطشة للكثير من الأمور التجارية والاقتصادية وبالتالي هي فرصة استثمارية كبيرة يمكن القول بالنسبة لمصر وبالنسبة للأردن للاستثمار داخل السوق العراقية بالتأكيد هذه القمة سوف تكون الجميع يبحث عن إيجاد تكامل اقتصادي واضح وشفاف بين الدول الثلاث لجذب الدول الأخرى للدخول في هذا المشروع مشروع العراق يسعى من خلاله إلى إنهاء الهيمنة أو التحرر من قيود الهيمنة الإيرانية فيما يتعلق بمسألة تزويد العراق بالطاقة الكهربائية التي يعاني منها العراق كثيرا وخصوصا في فترات الصيف وفي هذه الأوقات بالتحديد العراق توقع أيضا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي توقع أيضا أن يكتمل الربط الكهربائي مع دول خليج بحلول عام 2022 وبالتالي الآن العراق بالفعل بدأ يتحرك فيما يتجاه إيجاد البدائل الكفيلة بالتحرر من قيوده فيما يتعلق بملف الطاقة وحاجته المستمرة والملحة إلى خط الكهرباء الإيراني المزود للعراق إذن هذه القمة هي قمة استثنائية في ضرف حساس في أوقات كنت قد ذكرت أن بغداد مستنفرة منذ يوم أمس بالإجراءات الأمنية من أجل تأمين وصول القادة هل المناطق المحيطة بمطار بغداد أم كافة المناطق والمحافظات في العراق أي المناطق تحديدا هي الأكثر تشديدا في تلك الإجراءات الأمنية المناطق الأكثر تجديدا هي قرب مطار بغداد مداخل المنطقة الخضراء وحي الكرادة وأيضا الأحياء القريبة من حي الكرادة هذه هي الإجراءات التي لاحظناها قوات جهاز مكافحة الإرهاب منتشرة منذ يوم أمس قوات الرد السريع أيضا انتشرت عند طريق مطار بغداد الدولي وبعض الطرق وتقاطعات الطرق الرئيسية جهاز مكافحة الإرهاب لاحظناه يتواجد في أغلب تقاطعات العاصمة العراقية بغداد ولكن التركيز هو في أحي الكرادة والأحياء القريبة من المؤدي إلى بوابات المنطقة الخضراء منذ الصباح الباكر أغلقت بوابات المنطقة الخضراء ولا يسمح الدخول والخروج إليها إلا بكارتات تعريفية خاصة وهذه هي الإجراءات الأمنية المتبعة حاليا إجراءات أمنية واستخبارية هذه القمة كما تعلمين هي قمة مهمة قمة استثنائية العراق بدأ يستعيد عافيته الدبلوماسية في محيطه العربي في محيطه الخارجي وصول قادة عرب للمشاركة في قمة داخل بغداد في هذه الظروف الاستثنائية بالتأكيد يعطي دفع معنوية لبغداد للاستمرار أكثر فيما يتعلق بمسألة التكامل الاقتصادي العودة إلى البعد العربي بعد أن استحوذ البعد الإيراني على الساحة العراقية سواء كان في مجال الطاقة في مجال الاقتصاد وفي مجال السياسة العراق فعلا بدأ منذ تسلم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي زمام الأمور في رئاسة الوزراء بدأ بخطوات جادة وعملية بالانفتاح نحو المحيط العالمي كانت هناك زيارة تاريخية للحبر الأعظم اليوم العراق يشهد قمة استثنائية زيارات قام بها رئيس الوزراء سواء كان للمملكة العربية السعودية دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتالي العراق بدأ فعلا بترتيب أوراقه العربية بدأ بترتيب أوراقه العالمية ويحاول ويسعى جاهدا أن يؤسس لمشروع جديد هو مشروع الشام الجديد للانطلاق نحو فاق استثمارية واقتصادية يكون مردودها أولا وأخيرا للشارع العربي وبعد ذلك يكون مردودها إلى الشارع العراقي هذه هي الغاية الأساسية من إقامة قمة بغداد اليوم القمة الثلاثية التي تجمع العراق ومصر والأردن مشروع الشام الجديد الذي يتم الحديث عنه حيدر والذي قد يطرح اليوم في هذه القمة الثلاثية يعني ما هي تفاصيله ما هي المجالات الاقتصادية والاستثمارية التي تعود بالفائدة على الأطراف الثلاثة بالتأكيد هي فائدة اقتصادية كبيرة سوف تعود على الأطراف الثلاثة هي وتكامل مشروع الشام الجديد هو تكامل اقتصادي لاحتياجات هذه الدول فيما بينها العراق بحاجة إلى الطاقة مصر لديها الطاقة الكهربائية تصدرها إلى العراق عن طريق الأردن العراق لديه النفط مصر بحاجة إلى النفط والأردن بحاجة إلى النفط وبالتالي هكذا يكون هناك تكاملا اقتصاديا نحو حاجة البلدان الفعلية البعض يكمل الآخر فيما يتعلق بالحاجات الأساسية وبالتالي المردود الإيجابي سوف يكون لشعوب هذه الدول هذا هو مشروع الشام الجديد هو مشروع استثماري فيما يتعلق بالطاقة أولا وبعدها تأتي المشاريع الاقتصادية الأخرى هذه القمة هي باكورة أعمال لجان كثيرة عقدت خلال الفترات الماضية مجالس تنسيقية بين الدول الثلاث مجالس فنية وصلت إلى هذه المرحلة لكي تكون هناك قمة ثلاثية استكمالا لقمة عمان في أغسطس الماضي هذا هو مشروع الشام الجديد هو مشروع اقتصادي استثماري غايته الأساسية سد النواقص التي يحتاجها كل من البلدان الثلاث وبالتالي هو مشروعا غير موجه ضد أي دولة هو مشروعا ليس سياسيا هو مشروعا لا يحمل صفة المحور أمام محور آخر وإنما هو مشروعا استثماريا يصب في المحصلة الرئيسية بصالح وخدمة استكمال ما تحتاجه هذه الدول خصوصا فيما يتعلق في مجال الطاقة والتبادل التجاري إذن حيدر قبل الختام معك الرئاسة المصرية تقول أن هذه الزيارة تؤكد حرص مصر على دعم وتطوير العلاقات وتطويرها في إطار وحدة المصير والتحديات إذن هذه الزيارة التي تأتي بهدف القمة الثلاثية إذن تؤكد حرص مصر على دعم العلاقات وتطويرها في إطار وحدة المصير والتحديات وذلك بحسب الرئاسة المصرية شكرا جزيلا لك مرسلنا حيدر الأسادي كنت معنا مباشرة من بغداد ترجمة نانسي قنقر